موسيقى بين أطفالها بالمنزل وقت الفرغ وأمام شاشة التلفزيون تجد السيدة عائشة بوغودي السكينة والأمان في لحظات جميلة وتحد عائشة بوغودي من النساء الأوائل اللي قمنا بعملية تنظيم النسل عبر استخدام الطرق العلمية لمنع الحمل منذ العام 1999 وحتى يومنا هذا وهي أم لخمسة أطفال عندي طفيل في عمر ستة شهور وكان يرضى لكنني حملت مرة أخرى فجأة ولهذا السبب قلت لزوجي إن الولادة المتقاربة ليس جيدة وهو أيضا تقبل الأمر حيث ذهبنا إلى المشفى وطلب منا تنظيم النسل عبر استخدام وسائل منع الحمل عائشة تقوم بحملة بين الفينة والأخرى من أجل توعية وتفهم النساء في منطقتها حول تنظيم النسل ولكن النتائج دائما ما تكون مرضية ومخيبة للآمل ففي مدينة ماو استعمال وسائل منع الحمل أو الحديث عنها حتى من المحظور إلا في المنشآت الصحية التي تشهد مثل هذه اللهجات وغيرها من قبل القابلة فقط وليس من السهل وجود زوجين متفاهمين في هذا الشأن هنا أنا راضي تماما بعملية تنظيم النسل لأن المرأة عندما تلد بعد كل عام فإن هذا يسبب لها الكثير من المشاكل الصحية ليس هذا هو السبب الوحيد وإنما هناك أيضا تخوف من الأثار الجانبية المتوقع حدوثها والتفسير لهذه الحالة مؤقدا بعض الشيء عندما نقول بأن وسائل منع الحمل موجودة أمامنا من عجل تنظيم النسل أنا راضي بذلك ولكن هناك آثار جانبية عند الولادة المتكررة يجحلها المواطنون ومنها صدا والتقيو والنظيف حاد أثناء الدورة الشحرية المخاطر الأربعة المتمثلة في الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب والمتعدد هي الأسباب الأساسية لوفيات الأمهات أثناء الولادة وفيتشات ترتفع نسبة الوفيات في خين أن التنظيم الأسري هو الحل المناسب للتقليل من هذه الحالة لا نستطيع أن نفهم لماذا أن المرأة بعد الحمل والولادة فقط بثلاثة أشهر نجدها تحمل مرة أخرى وهناك مشاكل وأعراض تنجم من هذه الحالة قبل ذهابها إلى أقرب مشفى وحينها تفقد طفلها أو حياتها للحديث من وفيتشات الأمهات الدورة السادسة لبرنامج الخمسة عشر يوما لتعديد صحة الإنجاب أعطى اهتماما خاصا لإقليم كانم وبحسب المعطيات فإن برنامج الخمسة عشر يوما قد أطلق الضوء الأخضر بتأهيل وتدريب 24 إمرأة بكانم أصبح نعين تماما أهمية وسائل منع الحمل في حياتهن